بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من خلال توقيع على مطاق وطني ملزم لكل الأطاف يهدف لهكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجنة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مصد وطني وأكاديمية لتكوين في مجال الشغل وتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي كما تمكنناه بتوفيق من الله عشية فاتح مايو 2022 من التوقيع على اتفاق تاريخي أجمع على مضامنه مختلف الفرقاء دون استثناء يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين واليوم تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر سبتمبر الجاري وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من حد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحراء السميك وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي السمك كما تلتزم الحكومة بتخفيض سرط الاستفادة من معاشي الشيخوخة من 3,240 إلى 1,320 يوم فقط وكذا تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للتقاعد الذين يتوفرون على أقل من 1,320 يوم من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية وبالموازن لذلك تصادق الحكومة هذا اليوم على ما مجموعه إن شاء الله على ما مجموعه 12 مرسوم لتفعيل الحوار اجتماعي منها 7 المرسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليبلغ 3,500 دهم وإلى حدف سلم 7 ورفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين وغيرها من الإجراءات الهدفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص وفي هذا السياق لابد دم تنويه بالمجهودات القيمة والمتواصلة التي يبدلها السيدة السادة الوزراء قصد تنزيل مضامن الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات خاصة من خلال المسادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومسادقة كذلك على مقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمصوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تحولوا الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد وتمشيا مع أهدف الورش الملاكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات أكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ضغو اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح لذا نفدت الحكومة التزامها القاضي برفعي الحيفي عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها برقم استدلالي 590 بكامل تعويضاته واستبادة هيئة الممرضين وتقنية الصحة من التقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطول إدارية وتقنية الصحة ويصادق المجلس الحكومي لهذا اليوم إن شاء الله على المراسم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيث التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023 ووفقا للجدول الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نص وفاءا بالتزاماتها مع شوكائها وطنيا وقطاعيا وذلك قبل بداية الجولة الثانية للحواء الاجتماعي وفي إيطال إعداد الجيد لللقاء المتكب مع الشوكاء الاجتماعيين خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله كما أجدد دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية من أجل التوصل إلى نتائج خلال الجولات المقبلة للحواء الاجتماعي سيدات السداء الوزراء في الأخير اغتنموا هذه الفوصة لأعلنها كذلك عن مواصلة الحكومة خلال الشهر دي السبتمبر على صرف المنحة دي الإضافية لدعم المهني النقل الطريقي وذلك قصد مواجهة آطاء الحرب الروسية والأكرانية على ارتفاع أسعار دي التقاء والسلام عليكم ورحمة الله